وزارة التربية والتعليم قالت بصوا يا جماعة بقى المواد التعليمية والتدريبية لكل المراحل التعليمية خبالك من كلمة كل المراحل التعليمية موجودة على موقع الوزارة وبالتالي استطيع الطالب الاطلاع عليه بس بقى يا طرق هل طرق هل هي موجودة بشكل تفاعولي موجودة بشكل حديث الحاجات اللي زي كده ده بقى اللي احنا عايزين نفهمه من زميلنا العزيز أستاذ شادي زالة طاقة المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم زك يا شادي اهلا بيك استوديوصي بتحياتي ليك وتحياتي ليك وتحياتنا للوزارة كلها واحد واحد قلنا بقى المواد اللي موجودة دي كل المواد لكل المراحل وموجودة على الموقع نفسه صح كده اه هي عبارة عن عن مواد تعليقية وتدريبية جاية في اطار حزم اجراءات وجه لها الدكتور رضا حجازي من اكتر من حوالي شهر عشان خاطر نساعد الطلاب على تحقيق اقصى معدل للتحصيل الدراسي بما يتوافق بما يتوافق مع فكرة الفهم وليس الحفظ والطلب بما يتوافق مع فكرة المستوى المعرفي تقريق المستوى المعرفي ونوادج التعلم اللي تتنهدفها الوزارة اسلوب الشرح المطلوب والمواسطات الفنية اللي حصلت الوزارة للمناهج الدراسية وكانت هنا الفكرة من المواد التعليمية والتدريبية ان يتم وضع هذه المواد على موقع المزارة كعنصر اضافي ومساعد للطالب يساعدوا على تقليل سهم من خلال شرح عميق اكتر تفصيلا للمناهج الدراسية ويبقى في نهاية كل واحدة اسئلة تدريبية يقدر الطالب يعني يتضرب عليها ويقوم بيها طبعا من المواصفات الخاصة بالاسئلة اللي بتيجي في الامتحانات ومن خلالها كمان يقدر يحدد نقاط الضعف ونقاط القوة طب دي كلام بروس الحقيقة من المواد دي الحقيقة من المواد دي يعني تم وضعها على مفهل وظهر ممكن الطالب يحملها مجاناً او يضعها ويستعم بيها بالتكامل مع الكتب المدرسية عشان يقدر يعني آآ آآ يقدر يذاكر بشكل افضل وتساعدوا على التحصيل الضرافي بشكل افضل بكتير من اعتماد فقط على الكتاب المدرسي او حتى اللجوء لاي مصادر خارجية اخرى حلو يعني الحاجات دي سواء اذا كانت الشرح الوافي والمتعمق والمصطفيد والتدريبات والاسئلة المختلفة تخليني عن طريق موقع الوزارة استغنى عن الكتاب الخارجي؟ هتخلي الطالب يعني هتدي للطالب كل المعلومات والفهم اللي تساعده وتخليه استغنى عن اي مصدر تاني خارجي ويمكن خليني كمان اضاف لك نقطة تمام مهمة بجانب المواد التعليمات التدريبية دي كمان في حاجة اسمها بنوك اسئلة الالكترونية بنوك الاسئلة الالكترونية دي هيتلم برضو طرحها برضو قريب جدا مهمتها ان هي بتعمل زي اختبار تشخيصي للطالب وراء كل واحدة الطالب بيجاب عليها ويشوف الدرجة مباشرة يقدر يحدد من خلالها هو ايه اللي نقصه هل ايه اللي نقصه في الواحدة دي ممتهم هل في نقطة معاني لازم نركز عليها الحقيقة يعني هي هي القصة داية في اقتار يعني تذكير خارج الصندوق اه اه دكتور رضا حجاز يوجه بيه بجانب عرافة ثانية اخرى يمكن احنا اتكلمنا عنها قبل كده متعلقة بمجموعات التعام المدباسي ومجموعة بالمنصات التعليمية المختلفة هتشتغل بشكل مختلف مع الناس العام الدراسي وهيبقى فيها تفاعل بشكل اكبر مع الطلاب والواقع المعزز اللي هو في الشرحة في المعامل للحاجات اللي تبقى محتاجة تجارب معملية الطالب كمان اللي محتاج باعادة شرح ممكن يتواصل بشكل مباشر مع المدابسين المساعدين في القناة التعليمية ويعيدوا على القناة الشرحة من اقوله جديد هيبقى فيه شكل مختلف تماما للمنصات التعليمية كده نبدأ كويس جدا بالتعاون بقى كمان مع مدرستنا فيبقى الدنيا بإذن اللي ماشي في التمام هيبقى من خلال مدرستنا ومن خلال منصة البس المباشر كمان حلو قوي 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 طيب يمكن سؤال بقى ملوش علاقة بالموضوع ده احنا خلاص كده يعني قبق أوسين أوقادنا من بداية العام الدراسي ان شاء الله كله جاهز كله في التمام ابنية تعليمية معامل جاهزين بجدولنا حصاصنا كل حاجة في التمام هو طبعا كان فيه مراجعة واجتماعات سلسل اجتماعات في الفترة اللي فاتت يمكن ان نعقدها الدكتور رضا حجازي عشان خاطر يتم التأكيد على المراجعة الكاملة للمداني والمداني والمدرسية والتعليمية المختلفة على المطابة جمهورية والتأكيد طبعا على عدد من القرارات اللي احنا يمكن نتكلمنا عنها سابقا المتعلقة بالاجراءات الصيانات العاجلة المدارس المدارس اللي تحتاج صيانة شاملة ما يبقاش فيها دراسة ويتم نقل الطلاب منها لأقرب مدرسة اللي حين ننتهي من الصيانة الشاملة في المدرسة دي تحديد كمهما مسؤول داخل كل المدرسة عن الصيانات البسيطة والعاجلة ويرسال تقارير بشكل يومي لهاية الامرات التعليمية عشان تقوم على الصور بهذه الصيانة وما تتركمش هذه الصيانات داخل المدرسة طب دا كلام عظيم جدا انا بشكرك عليه جدا يا شادي تحياتي لك وزي ما بقول دايما وتحياتي لكل العاملين بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني محدثنا شادي زلطاء المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم